بس أنا عايز أقول حاجة على بطولة الدوري الأفريقي بالتأكيد بالتأكيد النادي الأهلي استفاد من التجربة استفاد من المشاركة عكس ما يناس كتير جداً بتردد وإحنا عارفين طبعاً أغراضهم إيه طبعاً إنت حضراتك لعبت مباريات أربع مباريات أكيد كل تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات الإيجابيات هتحاول كجهاز فني تنميها وفيه سلبيات هتحاول أنك تاخد بالك منها وتشتغل عليها وتعالجها أكيد عادي طبعاً وضع طبيعي طالما النادي الأهلي اشترك في بطولة يبقى طموحنا في البطولة هو اللقب بس بس أنا خلينا أقول لحضراتكم حاجة علشان برضو هي مش مبوررات بس أنا هتكلم بنظرة فنية شوي أو بنظرة واقعية شوي ومش مبرر أن الأهلي خرج لا مش مبرر أن الأهلي خرج أنا واحد من الناس كنت تتمنى النادي الأهلي ياخد البطولة لأن دي أول بطولة دوري أفريقي تتلاعب وعدت النادي الأهلي أن أنا لما بخش البطولة عايز أخدها أنا كان عندي بعض الشكوك بس مش حضر أقول كده طبعاً ما دارش أقول كده قبل البطولة ولكن خلينا نتكلم بعقرانية شوية ووقعية شوية ومش مبررات برضو لما نيجي نتكلم على البطولة ونتكلم على نرجع وراء شوية كده ونتكلم على فترات الراحة وفترة الإعداد بالنسبة لعيبة النادي الأهلي انتهى الموسم بعض اللعيبة خدت أسبوع أو 8 يام بلاس زائد 21 يوم اللعيبة اللي كان عليها ضغوط كتير قوي وبتلعب مباريات متتالية وبقالها 3 سنين ما رايحاش وبعدين بعد ما انتهى ما انتهى الموسم اللعيبة التانية خدت 20 أو 21 يوم وبعدين راحوا عملوا فترة إعداد قصيرة جدا 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 والسبب ان فترة الإعداد كانت قصيرة انت وضع طبيعي كان لازم تدي اللعيبة على الأقل من 15 ل 20 يوم وما خدوا 20 يوم بعض اللعيبة زودت شوية كمان اسبوع فالوضع الطبيعي لما تيجي تبتدي فترة إعداد انت على الأقل هتعمل فترة إعداد ما بين 3 أسابيع لأربع أسابيع تتخلى لها المباريات علشان تخش من البداية انت عندك بطولات كتير وعندك مرات كتير ولكن للأسف التوقيت ما حلفناش فيه التوفيق في بداية الموسم لما تعاملت فترة إعداد 9 يام بس وفجأت بعد كده ان انت بتلاعب اتحاد الجزائر على كاس السوبر الإفريقي بتلاعب اتحاد الجزائر على كاس السوبر الإفريقي ووضح جدا انهما كانوا أجهز من دينا على الأقل بدنية دي أول بطولة دخلنا بعد كده في واحدة واحدة في مرحلة الدول وتخلل كمان مباراة كاس كاس مصر مع أمبي ابتدأ بنشوف المعدل بيطلع بيرتفع بسيط جدا 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 المعدل بدني انهو جبنا الماتشات هنلاقي ان اداء النادي الاهلي في الشروط التاني في معظم مباريات بيهبط بطريقة يعني واضحة قوي للجميع وده وضع طبيعي لان انت ما عملتش فترة اعداد كويسة ما خدتش وقتك في فترة اعداد وفجأت ان انت بعد اسبوع عندك مباراة مباراة ايه؟ دي بطولة بطولة اللي هي السوبر الافريقي جينا بعد كده بطولة الدوري الافريقي بطولة الدوري الافريقي اللي حددها مين الاتحاد الافريقي هي بطولة مفاجأة بطولة مستحدثة واللي حدد مواعيدها الاتحاد الافريقي فالتوقيت ما كانش مناسب لينا وهقول لحضراتكم بالنسبة للتوقيت مع الفرق اللي زي دي هو اختار فرق النغبة في المناطق الاقليمية اللي هي لما قارة افريقي فعندك 8 فرق دول افضل فرق في المناطق اللي اختار منهم كويس يعني الفرق اللي دخلة لا ليها باع ليها خبرات بدأ قابلك بدأ قابلك فمن المؤكد ان هما بدنيا هيكونوا اجهز وده اللي شفناها حضراتكم برضو بكل وقعية لو بصنا على مباريات النادي الاهلي من البداية من اول مباراة سيمبا التنزاني لحد سنداونز هنا في القاهرة حنلاقي ان معدل الاداء بينزل الشوت التاني حتى المعدل الفني يعني بكلم على المعدل او الاداء الفني بينزل ليه لان انت غصبة عنك بتعمل مجهود كبير جدا 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 الشوت الاول بيجي بقى المخزون البدني اللي انت المفروض بتلعب عليه او انت الشوت التاني بتبقى وقف على رجل لا احنا لسه في بداية الموسم ما عملناش فترة اعداد كويسة بيجي الشوت التاني الاداء الفني بيهبط نتيجة ان الاداء البدني بينزل اوي 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 بسبب بسبب التوقيت فالتوقيت توقيت البطولة صعب جدا جينا ماتش صانداونز اللي فات كان عندنا امل كبير جدا 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 والنادي الاهلي كان هو الافضل هنا الشوت الاولاني انا عايزة حيي اللعيبة طبعا عملوا مجهود فوق الوصف بسبب على الحالة المعنوية الشوت الاول وتبقى متقدم على الفرق اللي قدامك لان انت الشوت التاني غصبة عنك المعدل معدل اداء سواء فني او بدني حينزل فعلى الاقل كنت استفدت من الدفعة اللي انت خدتها الشوت الاولاني كنت كسبت واحد او كسبت اتنين ممكن تقف على رجلك بقى الشوت التاني في نص مع العبك تحاول تقفل تحاول تلعب على هجمة مرتدة وده على فكرة اوقات كتير لعب لعب عليه بعض المدرين الفانين ولعب عليه مستر كولر ابليكت بس احنا معرفناش نستفيد من مجهودنا الشوت الاول والدفعة المعنوية العالية والفرص الكتير اللي جات لنا وشوفنا كل الناس قالت لك حتى بما فيهم مدرب سانداونز نادي الاهلي هو اللي كان افضل الشوت الاولاني ولكن احنا عارفنا ان اللاعب ده هو كلامه مستر كولر طبعا زيال وقال على الاقل كان الشوت الاول انتهى 3-0 انا من وجه تنظري الشوت الاول كان ممكن انتهى 4-0 وتخلص الموضوع مستفدتش من الموضوع ده فبقيت تلعب على ايه 50-50 يتقدر تخطف جول الشوت التاني لان الاداء او المعدل البدني عندك وقع وده وضع طبيعي لان بقول لحضراتكم توقيت البطولة غير مناسب للنادي الاهلي لو توقيت البطولة مناسب كنت هتشوف شكل تاني الشوت التاني لان انا بتكلم الشوت الاول نادي الاهلي كان بنسبة 90% هو الافضل في جميع الموارات معادة مباراة سانداونز هناك هنا ما كانش في وجود بسانداونز حتى الشوت التاني لما نزل الاداء الفني نزل معادلات اليقاء البدنية برضو سانداونز ما كانش هو المتفاوض بالعكس احنا ما كناش قادرين بس وقفين كويس انما من غير خطورة على المرمى مش هنقعد نتكلم بقى ونقول ايه اصلاحنا بنقول مبراد احنا بنقولش مبراد انا بس ايه ببرد منطقي الكرة ما بقتش عافية الكرة دلوقتي علم فانا بتكلم بالعلم العلم بيقول ان انت ما عملتش فترة اعداد جيدة وبالتالي عشان توصل لاعلى مستوى كاداء فني واداء بدني لا هتاخد فترة شوي قدرك كنادي اهلي كبطل ككبير ان انت بتلعب في البطولات سواء هنا او هناك البطولات افريقية بطولات عالمية التوقيت مش بتاعك التوقيت مش بتاعك بس كان لازم ندخل تجربة مفيدة جدا فيها ايجابيات كتير جدا فيها سلبيات هيشتغل علي اكيد فيها سلبيات كل مرحلة لها ايجابيات وسلبيات حتى لو انت بتاخد البطولة لما بتلعب وبتاخد بطولة في ايجابيات وفي سلبيات بس ما بنتكلمش على السلبيات لان الاجابيات هي الاعلى ولكن المدير الفني عمره ابدا ما بيتغضى عن انه يعالج السلبيات عمره بس بده بقى ملحوظات عنده وبيشتغل عليها هو ده اللي حصل الفترة اللي فاتت للنادي الاهلي وزي ما بقول لحضراتكم مش مبررات ولكن تحية وجبة لعيبة النادي الاهلي اللي قدموه الماتش اللي فات خصوصا نشوط الاول بصراحة اليوم كل التأدير والاحترام